ملف المهاجم الأجنبي تم مناقشته أيضا في الجلسة خصوصا أن صفقة جونسان أكيتا مهاجم زياريخ السويسري ليست في المتناول في زل مغالاة نديف في مطالبه المالية التي وصلت إلى 2 مليون يورو وهكلمك شوية عن هذا اللاعب بعد شوية أكيتا تحديدا أكيتا بحسب صحيفة بيلك السويسرية النهاردة في كلام أن الأهلي عايز يضموا لعب جونسان أكيتا الأهلي عايز يضموا من زياريخ الأسباني بناء على رغبة من مارسل كولر عفوا زياريخ السويسري لسا عايش مع الأسباني عشان أسبانيا اليورو مارسل كولر عايز اللاعب وفيه كثير من المعلومات المهمة عن هذا اللاعب ولما تسمع المعلومات دي حيعجبك اللاعب بص يا سيدي أكيتا هو عنده 27 سنة اتولد في ألمانيا الدولة بتاعة والده والدته هي الكنغو الديمقراطية وهو فضل هم عايز جنسيتين جنسية الكنغولية وجنسية الألمانية بس هو فضل أنه يمثل المنتخب الكنغولي وليع معهم فعلا مباراتين رسميتين هو بيحب جدا المنتخب الكنغولي عشان بيحب جدا طبعا والده ووالدته هو أو حسب التقارير يعني مرتاح مدية مرتاح مدية بيلعب الكرة دي كده إيه للمتعة هو بيقول كده هو بيقول كده أنا بلعب الكرة دي للمتعة مش لجمع الأموال بحسب التقارير الصحفية بيقولك أنه صروته تقدر بتلاتة مليون دولار معرفش ده رقم كبير اللي لعب بيلعب في ربو ألا بس هم كانوا كدبين كده هو عنده صروة تلاتة مليون دولار فمريحينه ماشي تمام اللعب ده قضى مسرت كلها في بلجيكا لكن تقلقه الحقيقي جمع فريق الزياريخ السويسري تعالوا وريك شوية أرقام عشان تعرف ليه التقلق بتاعه في الزياريخ السويسري أرقامه الموسم ده أو الموسم اللي لسه خلصان ده يعني مرعبة هيلة تعالوا وريك الأرقام لعب ستة وتلاتين مباراة مع أو زياريخ أول لعب ستة وتلاتين مباراة مع زياريخ بدأ في يوم أساسي فاربعة وتلاتين مباراة سجل حداشر هدف صنع تلات أهداف صنعات فرص محققة ستة تمريلاته المفتحية واحد فاصل تمانية لكل مباراة دي أرقام طيب هو بيلعب فين في المركز في الملعب مركزه إيه يعني مهاجم جناح بليميكر هو بيعرف يلعب في كل الحتات دي هو أقرب للجناح الأيصر بس هو بيلعب في كل الأماكن الهجومية كل الأماكن الهجومية عنده فيها مهارات رائعة جدا جايبلك شوية تصور كمان تعرف إمكانياته بيلعب برجله اليمين بيلعب برجله الشمال بيلعب برأسه بشكل كويس بيسجل كجناح بيسجل كمهاجم كصانع علعاب رقم عشرة بس بس دي لقطات ليه اللاعب لو الأهلي عارف يضمه هتبقى صفقة ممتازة زي ما قلت لكم زوريخ طالب 2 مليون يورو لبيع اللاعب هو رقم كبير بصراحة بس سريع كمان جدا مهاري الشمال شغالة اليمين شغالة وعنده قرارات سريعة وممتازة في كل القرات بس دي كمان يمين شغالة وحريف حريف يعني يعرف يلعب ده احتضغط يعرف يحط الكرة بشكل كويس هداف كمان سستة حلوة كمان فهو لعيب مميز من كل النوع حشوف الكرة دي كمان الكرة دي حلوة اوي بص 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 الحرف هنا لسه لسه فيها كلام كمان خطيق اه خطيق الصحيح بس القرار القرار بتاعه على الجول هو لعيب خفيف مهاري حريف زي ما تشاهد فوتور بتاعه ممتاز كمان فهو صفقة ممتازة جدا لو الاهلي قدر يضم هذا اللاعب بشكل كبير جدا خد بالك ده بقى مع وسامة أبو علي مع حسين الشحات مع بيرسي تاول لو فضل هتلاقي هجوم النادي الأهلي مرعب وناري ناري اشتركوا في القناة